بتوجيهات من معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب عقد أعضاء وفد مجلس النواب اجتماعا مشتركا مع وفد مجلس النواب الاتحادي البونستاك بجمهورية ألمانيا الصديقة صباح اليوم من منطلق تعزيز علاقة التعاون الثنائي وتطويرها بين البلدين وتعزيز سبل التعاون الفرلمانية هذا وقد تم عقد اجتماعا أخر برئاسة النائب علي العرادي النائب الأول رئيس مجلس النواب مع وفد الممثلية الاقليمية للمفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبحث عدد من القضايا والملفات المشتركة ذات العلاقة استعراض التجربة الديمقراطية خلال المشروع الإصلاح لجلالة الملك المفدى والتعاطي مع أبرز الملفات الإقليمية وعلى رأسها ملف اللاجئين هي أبرز العنوين لاجتماعات مجلس النواب اليوم مع وفد مجلس النواب الاتحاد بالجمهورية الألمانية والمفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فالأجندات التي تم طرحها بين مجلس النواب البحراني ونظيره الألماني كانت متشعبة ووجهات النظر متقالبة رغم أنه كان اللقاء الأول الذي يجمعهما هذا الاجتماع في قاية الأهمية لأننا جميعا نقف أمام التحدي الأكبر وهو محاربة الإرهاب وإسعدنا أن نرى تجربة البحرين الديمقراطية وهي تسير في الطريق الصحيح ونحن ندعمها في ألمانيا وتمنى أن نستكمل اللقاءات الثنائية في برلين لتوسيع إطاق التعاون بين البلدين تأتي هذه الزيارة المهمة حقيقة للطلاع على مستجدات التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين من خلال اللقاء تم إعطاهم شرح كامل عن الخطوات التي اتخذتها حكومة البحرين منذ تدشين مثاغ العمل الوطني ممرورا بالانتخابات النيابية والبلدية خلال الفترة الماضية توجهات معالي الرئيس أحمد مراهيم الملة في لجنة صداقة بحرينية ألمانية ستشكل لجنة صداقة ألمانية بحرينية كذلك في مجلس النواب الألماني لتزيادة في وطيرة التعاون والتنسيق في الإنكان على المستوى التشريعي أو الرقابة وحتى في الملفات التي تطلع بين الحين والآخر تتعلق بالأرهاب والتطرف وحول الطاولة المستديرة اجتمع مجلس النواب مع المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوضع الخطوط العريضة للتعاون بينهما لقاء مهم ومثمر تناولنا في هذا اللقاء وضع اللاجئين في المنطقة وما هو الدور المطلع الذي يجب أن تطلع بها السلطة التشريعية في مملكة البحرين صراحة أشاد الحضور بالمبادرات الكبيرة لسيدي صاحب الجلال فيما يتعلق بوضع اللاجئين وكيف أن هذه المبادرات لم تنظر إلى اللاجئ فقط باعتباره يحتاج إلى منعيله ولكنها ركزت كذلك على حق اللاجئ في التعليم وحق اللاجئ في الصحة وقد أشاد المسؤولين في المفاوضة السامية بهذه المبادرات باعتبارها مبادرات نوعية اللغادي مهمة جدا حتى وين نبني محاور ونبني أفاق للتعاون بيننا وبين أعلى سلطة تشريعية في البلد فنحن سعيدين جدا أن المجلس النواب البحريني أفرد لنا هذه المساحة وقدرنا نتبحث في مواضيع هامة كثيرة بما يلي نشر استغافة القانونية المتعلقة باللاجئين وفيما يلي الأفاق القانونية المستقبلية لعمل اللاجئين في مملكة البحرين إبراز الرؤي الصورة المشرقة للمملكة البحرين وأيادها البيضاء في مساعدة اللاجئين في منطقة العربية وغير من المناطق هذه الاجتماعات جاءت بتوجيهات من معالي رئيس مجلس النواب من أجل رسم سياسة متطورة ومغايرة للعمل التشريعي في المملكة مجلس النواب من خلال هذه اللقاءات يسعى إلى خلق شراكات جديدة مع البرلمانات الأوروبية وأن يسجل مواقفه تجاه القضايا العربية أمام مؤسسات المجتمع المدني ومنها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر